أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحليل البيئة الوحدة الثالثة الغلاف الأرضي جيوسفير ونواصل التسجيل لشرح محتويات هذه الوحدة وهنا نتناول التآكل وأقسام التآكل اللي هو الكوروجين قلنا ينقسم إلى أربع أقسام أول قسم وشرحناه في المقطع السابق وكان هو الهايدروليسيس كان هو والآن نتناول الأقسام الأخرى اللي هي ثلاثة فنبدأ القسم الثاني للتآكل التميء يحدث بإضافة الماء إلى مركبات كيميائية يؤدي إلى تغيير تركيبها هنا نلاحظ هنا في كبريتات الكالسيوم زايد ما أدانا كبريتات الكالسيوم المائية اللي هو كالسيوم سلفيت هنا الأكسادة الثالث القسم الثالث من التآكل الأكسادة الأكسيديشن وتعريفها تتم بإتحاد أكسيجين الهواء مع عناصر أو مركبات في وجود الماء كعامل مساعد فيؤدي إلى تكوين عديد من الأكاسيد يحصل كثيرا في المناطق الاستوائية وظهور تربة حمرات تسمى اللاتريت وهي أكاسيد الحديد وهي أكاسيد الحديد كما نلاحظ هنا أكسيد الحديد هذا زايد أكسيجين بدينا أكسيد الحديديك وهنا أيضا كما نلاحظ هنا المعاذلة باللغة العربية البايريت أو البايرايت زايد أكسيجين زايد ما يدينا الليمونيت يعني مركب جديد الليمونيت زايد ثاني أكسيد الكبريت فالشكل الواضح هنا كبريتية الحديث زائد أكسجين زائد ما يدينا هنا الليمونيت زائد كبريتات ثاني أكسيد الكبريت بشكل موضح جدا هنا المرحلة الرابعة أو القسم الرابع سمت تكربون كاربونيشن هو تأثير حمض الكربوني كالناتج عن انتحاد ثاني أكسيد الكربون مع الماء ثاني أكسيد الكربون مع الماء يتفاعل حمض الكربونيك مع الصخور الجيرية ويؤدي إلى تكوين بيكربونات الكالسيوم وهي زائبة ما يؤدي إلى ظهور حفر في الصخور الجيرية وبذلك نلاحظ بعض الحفر في الصخور الجيرية وهذا سبب لهذه الظاهرة إذن حمض الكربونيك زائد كربونات الكالسيوم يعطي بيكربونات الكالسيوم الزائبة وتؤدي إلى حفر في الصخور وهنا بشكل واضح هذا هو حمض الكربونيك وهنا كربونات الكالسيوم وهنا بيكربونات الكالسيوم وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل شرح هذه الوحدة أو محتوى هذه الوحدة في مقطع قادم إن شاء